ده مقتباشي السي أه محمد، هات سي جائد слова اللي تكرفس علي يا budget والله لا يعرفбо لماذا أه السيء حمد الشري هو مسؤول على الأحداث المغربية وعلى اللامية husband radio وعن ذل مجموعة إعلامية عند الميف لدي السيد خدام عندو مرؤوس ديله أهو سيّحمد رغم يقول همو яр والسيئ حمد الشري عن ل للأحداث المغربية كي يقول لك لا ارى كي المجلس إداري هو غيم لا! أحمد الشري به كان لهم كلمة في الأحداث المغربية هذا الصحفي اللي عنده اسميته مختار الغزيوي سبق له تعدالية وتعدالية وتعدالية ولكن اليوم بغالغة في الإساءة علش أنا مشيت لحمد الشرعي وهذا المختار الغزيوي علش؟ لأنه كان أعتبر المسؤولية مسؤولية أحمد الشرعي لأنه وكل ما كنت شدرت مع كسي أحمد الشرعي للمختار الغزيوي ودخلتي وطوات الصفحة واحد الوقت كنت عن قول ما حينت فيت نبهتيه ما معنى نبهتيه هو رجاع انتجنا في الخطأ؟ يا إما قلتينه إما عنده ضو خضر إما مطمئن أنا ولكون أنا مدير موقع باديه واحد الصحفي عارف بني غضب عليه ولكذا لم أغلطش معي مرة أخرى يمكن أول مرة واحد الصحفي باديه يدير نضو زهر ولكنه يكسي أحمد الشرعي هضرنا على المختار الغزيوي وصيفتي لي واحد الشكلات اللي رعاوت هاد القيصة اللي كنت في مارتير وفي كورونا أنا ومولة الدار ومن ينصفتي لي هذا كده اعتبرتها إشارة إنسانية وجيت عندك اللي بيرو من بعد ما جيت للربار وقل استنويك في اللي بيرو ديالك ودارت بيناتنا واحد هضره وكنت معي كاريب حقي وقال هضرتي بأداب واستقبلتني استقبال زويني وحسبولك وكبرتي في عيني وأنا جيت من شكرك ما جيت عندي تاتي مصلحة أكثر من هذا وهذه تحسبولك وأنا نقول هالمغاربي يعرفوا هادرتي زوين معي في فعال مستوى قلت لي يا ندعموك بالإشار وكذا وكذا ولكن هانا بوشي ومع احترامي لك رفضت بأداب بطريقتي الخاصة قلت لي عطاية الفلان وكذا ما خذت منك لا إشار ولا جوج ولا فتحت معك هذا الموضوع لإنما أنا ما جيتش عندك أنا جيت من شكرك وقالت العلاقة في حدود يعني العلاقة الإنسانية بما يفيد أنني لا أنصبك أي عدأ ولا أعقد عليك وأتير اسمك في ملفات وفي صحفة دولية وكذا وانت عارف كان ممكن تطلع حلقك وكلميك صار لي واحد الإنسان علاقة إنسانية راح تيرام ما أنت عفقوش في الخط تحريري ولكن من لي كان واحد الود أنا مش من النوع اللي شي واحد كيكونه هجم وانو يقوله عليه كنتيق أنا تتآديني أنا تنقف على قادي اللي عاد وخال المغاربة يكون ضد واحد الشخص يقوله عليه صفة يقوله يقتل يقوله يدبح تكن تعمل معها تكن وقف على قادي طبيعتي إذن كانت عندي معك علاقة طيبة ولكن باش يرجع نفس الشخص اليوم يتكرفس عليها وقبل عيت مع الصبح صيفتولي الصحفيين هذه المادة وباش عرفوني أخوتي المغاربة شوفوا باش عرف الضرر حيث في القانون عن شرحها أسبق لي قلتها يقع الضرر متى توصل الجمهور إلى المعني بالأمر كتبت يا لحاميد المهداي وخا ما تسمينيش يكفي أن المغاربة فهموا أنا المقصود وقع الضررر إما كتدير صورتي إما كتدير سميتي كاملة بحال مؤخرا أنه وقعه واحد لبس واحد سيد ما دلنا لهش اسمه كما هو هذا صغير واحد سمية كتشاه مع اسم وما قلنا سميته ولقد دادرت فيديو في الصورة المعني بالأمر لكي بشر رفع اللبس ولكي كو كانت نشرت صورته هو وسميته كما عاد سميت لآخر وكذا 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 ووضحت هذي كوي قسك تعتاضر هذي هي اللي قسك يكون فيها الاعتضار بحال دابا الناس الجمهور كامل فهم أنا هو المقصود حيث فيه كل المعطيات اللي خاصة بي أنا بحدي فلان ما فيهاش واحد اللبس انتا مش رأيس كذا ولا اسمية كاملة هذي وقع عليها الضرر الناس كي سيفتولي يا أخوتي المغاربة صحفيين فهات الصبح واذا بحط رأس كالسي الشرعي فهذا شوفوا شنو كتب عليها هانتم هادا اللوه الصحفي محترى قلي لي وش لغزيوي كي قصدك لم أعرف ساب النزول وهاد الخصة قلي لي لماذا هادا 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 اللوه صحفي مشهور الصحفي الثاني غاي سيفتلي هي نفس واحد خور شوفوا المغاربة أنا كان نشور هاتش كيدوي على حاميد هادا هاهو اذا ها هوا بزاف أنا أعطيكو مع بعض هالثالث لا حوله ولا قوته إلا بالله كي سيفتلي صحفي إذا وقع الضرر عليها شنو كتب هاد السموختار الغزيوي مش يقولوا شنو كتب سمعوا أخوتي المغاربة تكرفس عليها واحد تكرفسها الجاهل وصفني أنا بالجاهل قالك الجاهل عدو نفسه هذه نعرفها منذ القديم واليوم أضفنا إليها طريقا جديدا نتعلق بالجاهل أنا جاهل الله ما مشكلة السر غزيوي السحمة الشرعي أنا جاهل قل لمن يدعي في العالم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء احنا عباشر كانت تعلمو كنقول لكم ماذا كنو العالم هو الله عز وجل عمرك ما تقولون أنت جاهل وسمع على العكس إذا انت عالي باش انت عالي السر الشرعي السر غزيوي باش انتو مع علامة اعطيني كتوباتكم اعطيني الأطرحة اللي جابتو في العلم في السياسة في الصحافة اعطيني باش انت عالي باش انت عالي باش انت جاهل وخا وهذه بعدها كنت تسمى هذي راسب مكين مشكيل بلغة القانون وخا الجاهل سبع أخوتي المغربة باش نكتب عليها قال لك الجاهل ولأنه يسجل يوميا نفسه ويتحدث الى كاميرا هاتف اعطيني كنسجل يوميا حلقات وكنسجل حلقات وسبق لي قلت اوغا اعطيني كنسجل كنسجل لأنني كنقضي كنسجل يوغسين هذروا الحلقات انا دي من كنسجل أخوتي من عرفتوني كما الصحافي انت سي الغزيوي كنت كتب يوميا في تي تحية وانا كنديرها مرئية صوت وصورة عندها مكتوب وانا مرئية انا عندي القدرة نديرها مرئية انت عندك القدرة تديرها مكتوبة هذا الفرق بيني وبينك تانيا تكونك خليني هذروا وقلتها للمغربة انا كنت تاخر باناني كيمولوني المغربة بالمشاهدات و باللايكات وما يمولونيش الفاسيدي وما يمولونيش الأعزاب السياسية باش نبقى مستقل اما حسنا الشعب المغربي تمولين انت الشعب وما ندير فيديو في النهار وراء الفلوس دايزة ولكن عنكون ضد الوطن الناس يوكي اللايكات انا كندير فيديوهات كننفع البلاد وكننفع الوطن وكندافع وبدرجة تانية بها كندخلوا حل قدرة الفلوس باش نبقى مستقل اذا افتخر ويمشرفوني ان الشعب المغربي لكي مول هذه القناة عبر هذه القناة ديل اليوتيوب اذا انا اللي كندير الفيديوهات قال لك سيدي حاسوبه وينفي ويلقي بقاذولات انا كنلقي بالقاذولات تعرفوا القاذولات شنا يا قاذولات شوفوا هذا صحفي هذا مدير نشر ديل مؤسسة اعلامية القطب ديلها يخدم قضايا الصحراء بره اسمح ليه يا استيحمة الشرعي انا اضر معك هك لما انت استيحمة الشرعي لحسن ما كيروش كتخدم القضايا الصحراء المغربية وكتلقى الناس وكبرتين في الخارج وش في الخارج كين هات الصحافة والزميق يلقي بقاذوراته انا ما ديرش بوجه هادو كله كي يبشروا بالقاذورات الراصمة حتى كي يصورتين مغاربة وش ديبلوماسيا وش هادو خطاب اعلامي وش هكا غنواجه الخصوم ديل المغرب كي عتقات بالي تحركاتك في الخارج دابا كنترح سؤال هادو مدير ديرك النشر ومع من شتك مع من شبهتك مع من شتك مع من شبهتك مدى ما قبلتي بهد سيدي خدم معاك هادو متنكر لهش وما تبرقش منه هادو مدير نشر وفيتي عنده صوابق معايا غلط فيه وغلط فيه وغلط مع الناس وغلط في حق المغاربة هذا الشخص غلق في حق المغاربة انا غلط نجريها وتيك توك وبقية المنصات اصبح يعتقد نفسه صحفيا حقيقيا دابا انت صحفي وانا ماشي صحر واخر مكين مشكلة هو يعرف انه لا يستطيع كتابة جملة واحدة صحيحة دابا انا مكا عاش نكتب الجملة الصحيحة ودون الالاف دون الاخطاء اللغوية والاملائية والنحوية كيش جملة فيها الالاف اللوقات بعضها الاخلاقية واخر انكتش مكا عاش نكتب الجملة الأخطائية والاملائية وكيش خضيت الاجازة في اللغة العربية واخر وهو كيش خضيت الاجازة في القانون واخر.. اجازة في الدب العربي واجازة في القانون ولا قدع فوق كتاب الجملة واخر وشو اكتشك بنقوم فالاصبوع الصحفي اكتشك مالاصبوع الصحفي يوتوب كمالاصبوع الصحفي يوتوب وكتل فوع وراقية ووكتشك يدير بيما قم طي craxt اشتشك tracked إلى جانب سيمسطاف العليم ما لي كندير ميل في الصحافة فيه ثلاثة صفحة شكندير فيه فيديوه ذاك ولا أنتورو وكندير حوار قبل ما ندير هاتشي شنو عرفتوني يا المغاربة وشو كش كندير في الجارية دير ريهان وموقع لكم شو كش كنكشف فيه وموقع بادي القليل ما ندير فيديو شكش كنكشف فيه ياك شو دب على مستوى نزلتيني له مع كامل الأسف وكنت حداك كنت حداك لأنت ولا سيحمة الشرع نحقي نتحديكم قدام المغاربة نقسم لكم بالله المغاربة إلما استقلت من الصحافة ندير أنا ويهم تحقيق حوار روبرتاش سيطلق اختاروا الجينس الصحفي اللي بغيتوا وبيكلت أنا مع هذا الجوج كانت تكبرش على صحفيين أخرين مدام حقروني أنا أضرنا معهم بعض اللغة إلما ستيت هذا الموقع والله ما نوقع صحفي نتحديكم تجيوا تديروا معي حوار فيها ببعض تقايق وتركبوا حتى ندرب هذا المستوى حتى من وصلنا لهذا النيفو السي الشرعي وشركنا لهيك الطعام لك نظر هكا وعرقين والله ما حملت نوصل معك لهذا النيفو حشوما 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 نحن بغاربة كنشركوا الطعام كينا أخلاق وش عمالي أديتك السي الشرعي كي تعليك تدقوا الناس وموكي الناس اللي حطني بدائرة قطب بالرأسهم منهم يلاعز وليومات أنا تقول لي كالقادرات ومك عشر كبجومة لذلك يكتفي بنطر لذات فمه على من يشاهدونه يا عدو بالله على مستوى رغم أنه أصلح بعض من أسنانه خلال عبوره الكاريكاتوري من السجن قال لك من لي مريت ذلك العبور الكاريكاتوري من السجن أصلحت سناني كون المغربة اللي أصلح سنانه كونهم تروحت شي سنان سناني أصلحتهم برا أكبر معركة أخذيت في الحبس هو سناني ما غيرت أنت أنت أنا مكن أحمي أكرا في حاجة وين زيد حيث أنا واحد الإنسان بصايا تعرف المعارك اللي أخذيت على السنان أنا وتهرسوا وبقل دابع وجي تعوجوا لي في الحبس براك أنت قديم زيان كونوا سناني باخير دخلت وبدأت معها قالوا لي في إدارة السجون آس شريف كانت يروش هنا تجملوا السنان عندك شي درسين قلعوا هارك قلت له ما عباد الله أنا دخلت عدكم بالسلك وأنا كتقول أنا باري وقالنات الباراءة ومش يجيت عدكم أعدكم مصابولي فمي هاي السلوكة ركيدوا روني إيش من إضربات عن الطعام أخذيت على السلوكة إيش من واحد النهار المضادر هرستهم على المضادر معاركي كلها أخطر دوسة على هادي وهادي في الحبس هاي هم موظفي السجن يكذبوني على هات السنان وواحد طبيبة في تيفلت يخرج لي على سناني مش نو دوسة على سناني تقول لي دابس سنان دارولك وقدولك وصابولك وهما دابس سناني مقوش كما كانوا كانوا غادرين مزيان معوحور عودت هاد القيصة شوها المغاربة أي كائن فوق الأرض عقل ولاد المعلومة نهاري بدي نقش لك غلاضيتي بياضيتي زيانيتي سأعرفوه من أتفه خلق الله أتفه خلق الله أنا بكل تواضع كنقولها غلطت واحد المرة مع واحد المسؤول بوزير وقلت كيفاش كان والله يلندمت والله للقيتوني مرة خرج بتك كان غلط بحال واحد المرة كنقول مثلا بالكيران أعطاه سبعا دليل مليون وكتكن تنتقدها حتى فرق المغاربة تكون كتنتقد من داخل واحد الوضع ومن اللي كتوليد عندك صورة خرم كتتكون لك صورة أنا انتقدت من كيران في سبعا دليل مليون والله ما بقي نجبدها وغلطت أنا بشارة الجميل هو أنك تغلط حنا في الإسلام خصنا نصلحه أخطاءنا في القر في القانون نقوله خصنا نصلحه سلوكاتنا في طربية ويدين تقولك مش كيفوش كنت تغلط أنا عباشا في هذه البلاد اللي كنت تقولوا شي هذا كيفوش كيفوش المهداوية تانا قد كيشوفوا شي موقف قلتوا وغلط والجميل هو اللي كان عطار وكان عطار هو نصلح عشو مغاش نصلح تشدوها في إطار الحرب معايا عمري بقي نشبه لكم بل كيران عنده سبعا دليل مليون ما كنتش واعيش حويش بايش نوعيش شكواتها سبعا دليل مليون عطاره المالك إذا لنقش سبعا دليل مليون إذا نقلح يعني المالك هذك المالك رئيس الدولة بغاية أن هذا سبعا لمصلحة البلاد هذك وزير معاها رئيس حكومة تانيا بالكيران ما تطلرش إذا عندنا الشجاعة نقش المالك ونقش بالكيران لكن عندكم موقف وأنا ضدت النقاش لوقع حق هذك المالك عطاه قصة احترام المالك عطاه رئيس حكومة ما عنده شو بغيش رئيس حكومة يسعى ونشي شغلنا سيدي يعطاه له رئيس الدولة الحتراق لو بسرقها لو خانها لو القيناه مثلا المالك عطاه المالك شافوس مع أخبار بغيش تالى فيه لأن السيد كان رئيس حكومة لمصلحة البلاد ما ندخلش في التفاصيل انطلاقا من هذ الفسافة حبست هذ النقاش إذا حبسته غجب اللي فيديو إذا أخوتين مغاربانين كان نغلطوا بحل دب أنا واحد للمرة هدرت على واحد الوازين معاهم هو لكم هو ووهبي الله هي معاقل قلت وجوك الفاشكان قلت هاورتاح وغلط وكان عتاضل لسي ووهبي في هذا المستوى لدي بشي أخلاق ويجألنق شك ممارساتك بعد المرات احنا باشار نقدون غلطوا ونقدون صيبوا الخطأ هو أنك تمادى في أخطائك إذا وصلت لقناعة وأنا في ذيك اللحظة مع ووهبي بالصحك التافي ولكن استافت والله يمد القانيش تبدأ ناشي ووزير غلاضيتي أما نخرك عينك نقول لك سلطك مني كانت نقول لك تاروتك تزادت أما نمشي لك لما نخرك عينك وكرشك وزياليتي وبياضيتي وستنينك تقادوا هذا نقاش دون المستوى وكان جدد لعتيها لار كان جدد لعتيها لار لعضل طيف ووهبي في هذا المستوى وكان احتفظ بكل انتقالاتي اللي قلت عليه وهبي بقى الدابة وباقي عمت شبت بها أما فات الشق ما كنتش موافق والكمال لله عزة وجلة سبعة أخوتين مغاربة سناني بيا قلتك سناني هذا راح مدير الناشط مزكين المشكلة خلال عبوره الكاريكاتوري من السجن أنا عبوري كان كاريكاتوري أنتش قدر تدوز من ذلك السجن هل تشكون كيدخل للحبس كان نظرف هذا الملفات السياسية والكاريكاتوري كون كتقيس هنا دوك المحاضر الكاريكاتور الفرقة الوطنية النيابة العام وشكو شددني شددني الدولة شددني القضاء والنيابة العامة والشطة إذن هذاك عبور كان عكاريكاتوري ونقش أنت وسائل إثبات الدبابة وكذا عندك شجر أهل أنت ولا نقش نقش وسائل إثبات خلي المهداوي كدير هل هذه المتابعة هل وش كتستوفي شروط المتابعة وش كنتم مع وهذاك العبور شكو مسؤولة لي وشنو كتقول فيه وكتقول كاريكاتوري للسجن لكن الرذاذ لم يتوقف قال لك أنك نرمي ذال وكالخاري شوف على المستوى كيف يجدين نفترض وسيدين نكن دين رذاذ اسمح لي يا جمهور الكريم على هذه العبارات ها خارج إيراد ما رأي هذا سيدين نالله وش هذي أخلاق نقول بنا من الرذاذ عينك من خرك شد نيف وانت صحافي كائن حقوق يا ربي الحبيب بلانا الله شوفوا أخوي أعز الله وقدر الجميع عن الخروج وفي الخروج وعن الخروج نقول الخلاء فهمتوا معنى الخروج سمحوا لي المغارب على الفاضلات والصحافي كيف يدرب على الجمهور بعد الأسلوب هذي مدير نشر دي الجريدة اللي فيها السحمة الشرعي الديبلوماسي السحرة المغربية سمح لي السحمة الشرعي نقاش النقاش خرج الوضحار هذي سقوط أخلاقي مروع نقسم لك بالله وربي العزيزة وهذا النهار أنا الدولة فيها الجوهد شي هذي شي والله لزد مشي ما تزيد تعطي هذي حيث انتها الشرعية رأي عندك صورة تركت في الإسرائيل وقد تقول عتخدم القضايا والصحراق تعرف هذي شنا هي تقول الخروج والخروج والخروج وبالخلاء وعتي شنا هي هذي اللغة المستهج سحبك تقلقني هنا ولا ترى مستوى داني هذا مستوى منحط رأي هذي الخارجات ومالك يدسروا عني هالديكونوميست تعرفوا ذيك المادة دي الله واحد المادة خرجت مؤخرا تحاول الإساءة للبلاد ولكن لن تسيئ إلا لكاتب ذاك المقال محترام ذاك المجلة محترمة ولكن سقطت سقطة مروعة في ذاك المادة علاش لأن ذاك شي اللي تقال كانوا كيقولوه بعض السفهاء ولأنه جاء في واحد صياء تعرفوا المالك محمد السادس في هذه السنوات الأخرى تستم استهدافه بقى مريض ها ما عرف كيف دير مقال بغيش تنجبت شي كلمرة ها ما عرف نوقع له حق ها ما بقاش ها حق ولي العهد عده مشكل مع موليرشيد ها في الختافات الأميرة ها في رحتوا تبعوا هاتش يا أخوتي كان استهداف لأن النس كيوعو بأن هذه البلاد وقفة على المالكية وكان بالعاني يقوم شوى المالك محمد السادس ولك من يخاب وقفة على الجامعة واحد الوقت جابوا واحد كويس وكذا واحد الصور أبغوا يقول المالك ولكن يكون يطفى حيث من يكون عندك صح ومن يكون أمور معقولة سلعانة ما تتلاجع ولكن هذه المصادر تغدى من هذه الخارجات هناك من البلاد ها هم التي تغدى هذه الخارجات المغردة لأن لماذا قلت المالك ها تقال على أصدقاء أولا المالك ما ندخل فيه في صحابه هذا المالك يتصعب مع ما بغى وكان بعض الإساءة تم داخل المغرب لديك شي وربما شي واحد لم يوفق في الإساءة للمالك من الداخل مش الصحافة الدولية أنا الله أعلم أنه كان هذا أخوتي ضد هذا الإساء ويقدر يكون لك شي لا يهموني ولكن الحمد لله لم يعدوش قيمة أنا فقط نقول لكم هذه النقاش تشافي كان شحال هذه تيععسق لخبار اليوم ربما شي جيها ما بغيت بتزددولة شي جيها ما بغيت بتزددولة وش خارجية وش داخلية ربما فرنسا ما بغيش تخلص صحافتها وبشات الديكونوميست وبشات البرر البريطاء أنا ما عرفش ولكن ليه أساسي أن ليك البادة حاولت الإساءة للبلاد ولكن أكد لكم هذه الخارجات وانتخاب مبدي على رئيس لجنة العدوة الشريع وعدم عيب العار عليك السيحمد الشرعي وعيب الله عليك علش السيحمد الشرعي كنشد فيك حيث فيت دخلتي ولبهتك وآداني حيث السيد ممكنش يقولي آداني مرة أخرى ومكنش عندك ضوخ دار مرؤوسك كوكت أول مرة ولا من جبدك حيث جبدتك السيحمد ودخلتي وطوينا النقاط عادة إلي ممكنش السيد انتك تخلصه غامر بخبز ممكنش لهذا سمح لي السيحمد الشرعي لأن أنا كنخرج للخروج من فمي أنا كنخرج الفاضلة من فمي هذا مستوى الترافع هذا تنافس صحفي هذا حجاج هذا مستوى أخلاقي هذا مدير نشر هذه جريدة تأخذ الملاير من المال العام للملايين هكا هنخلقوا المجتمع هكا هندافع القضايا الوطنية الأولى بهذا الخطار الصحفي ها ونضحكوا على جيراننا وحنا عدنا هات الشي وصنا لهذا الدرجة وصل لحقد عليا ولا نقول لكم علاش أخوتي المغاربة دارو هات الخرجة ونرفض استنشاق الرائحة الكارية دبنا نخرج رائحة كنفهم دبنا هات المغاربة اللي كيتفرجوا فينا في الملايين كيشموا هذري حنتزع ما نطور عليهم دبنا نتس مشي أنا دبنا تكرف السعادة المغاربة كلهم كيستنشقوا القادولات والفاضلات والخروج من يا لطي واش في طول المغريب كيف دائرة لماذا كنتعصبا لكيشموا المغريب خسكم تفهموا هذور الناس كي يدبروه وكي ياخدوا الملعاب وعندهم حضواء في الوقت للناس الجواد المغاربة الرجال الحرارة كيحاربو في الباطل واج الرجال أسيد الجامعيين كنعرفوا ما نوع علينا عباد الله أسيد الجامعيين اللي عسل الفكر العلم القانا كيعطيهم مليون ونص من وهذور الملايين كيتصرفوا فيهم شو خطاهم كده عشان كنت تغدد بونيسي يعطي السلم ديناموا وصيفتوا الخلية إرهابية تقدروا تطرد بنفوجه وعطيهم لجون ديتا وعطيهم عباد الله وهذور شو خطاهم كده هذور مليون يفطحين في المغرب غيك في قول الوطني وكنتها في المغرب والصحراء وقالها هذور وكل وشرب وتفطح مع راسك هذور الإعلام المغربي هذور الإعلام المغربي الخروج الفاضلات القادورات ود الحار طوالات دب أنت مدير نشر ومعامل مع الشرعي الديبلوماسيا السحراء المغربية كنت قلت مالي من دب الله دب هذور الجريدة زيد سمعوا أخوتين مغربة أعز الله وقدر الجميع عن الخروج أعز قدر الله عن الخروج يالح وزيدوا معها وفي الخروج وعن الخروج نقول الخلاء ونرفض استنشاق رائحة الكريمة ونؤكد للجاهل أنا جاهل أنا جاهل مزي مليون مشاهدة المقضاتيش تقول لكم مليون خارج لا يقول مليون مشاهدة واخ خرجة أنا سولك شحكة بيع أنت الشرعي ومتفق كنت تحديكم وقال لي الدعم اللي كتلقى من الدولة وحاجة المبيعات واندي كدن اللي ما تدى السبعة بالقانون دي الصحافة ونشت تعدى ثمانية تتاش شكتقول المقرؤية تعدو دي كتقول لك شحكة بيع ألفين ورقة ألفين جريدة أنتوما كلكم الجرائد الورقية في المغرب كتبعوا 30 ألف كلكم وعلى وقت كتبعوا 100 ألف فأفكرون أقبل كل علش كتتأخذوا الملاير والمغربة كتبعوا بالجوع بعضهم كتبعوش كل شي بعضهم وكي المغربة نفط حيالو المغرب زوين حيش كتبعوا عباد الله يشدوني بالعادرة الملاير كي يديوا الجرائد الورقية المغربة الملاير ما هو المنتوج الإعلامي لك أفاش كتعطروا المغربة كم القضايا كتدافعوا لها أنتوما مش حال كتبعوا منتالي كتتأخذ مليار ولا لأخور 300 أو 300 ما نقولش حال قول لي مغربة السي الشرعي مش حال كتبعوا من جريدة في اليوم ونقولش حال كتتقى من الدعم نفتحوا هذه الصفحة نفتح معكم هذه الصفحة للدعم أنا سأجيليها باللاتي بعد أن نكمل معك القادولات وإن سجل مليون خرجة على الانترنت لن يصبح صحفيا لما تقول الصحفي لما تقول لك اعتربي صحفي المساحة نزيدك واحد المعلومة ما هي الصحفي هذه طليها أنتو وهدولي أنا والله كرهت أنا صحفي أنا صحفي أنا صحفي أنا صحفي أنا مواطن مغربي ما أدي أحسن صيفة هي تكون مواطن ودى الناس وما تخرج مثلا متفوم العيم ها أنت صحفي وكتأدي الله والوطن والبلاد وكتأدي مفموك الوضل حار عش من الفرق بالعبرة هي ولا تهدم زيدة وهو الصحفي أه ماشي صحفي هنا أخويا ما بقايش قحة من هات الصحفة كرهتولي بها نقسم لكم بالله هالمغاربة إلى أحيانا كنفكر كنقول يا ربي يولي عندي رسم مال عشي خديمة أنا وليدتي منعقص من يشوف على هادو منعقص نشرك معك الصيفة هذه الصيفة دون صحفي قادرات الخروج أعزكم الله الخروج قادرات ركب سنانو زيان الخروج المرور الكاريكاتوري من السجن انت مدير نشر نجا انت مدير نشر والعداء والأبلاد ولأؤكد أنه يسجل مليون خارجة على الأنتراليط لن يصبح صحفي أنا ماشي صحفي أنا لست بصحفي أنا سيدي عمواطي يا ربي يرضى علي يغلى الله والوطن والمالك أردات الوليدين أخوة تهت الصيفة والربي يعدوك الوليدات لا ماشي صحفي أنت أنا صحفي وكتعاملكوا عن الكلمة وبالضغط وكتعيقوا على الناس بل أنا صحفي أنا ماشي صحفي أكتر نقاشات اللي مفجرة شكو مفجرة أنت فجرنا عن الناس في اليوتيوب وعبت دوينا فيسبوك وجمعية حقوقية شكو اللي محرك العالم دبا اليوم قدت صفحة للجمعية أشمل خطاب كدير أشمل إعلاء أش كدنت تجهد لبلاد إنت شنو هو النقاش اللي حركتي شنو هو أعطيني إنت أنا ما نقول شدرت مع مالي ما نقول درتي أنا كان ساهم وكان وكان ظلق وكان غلط ما كلم بس أعطيني إنت شدرتي دبالي أنا صحفي قلق لحكمة يعلمها رب العزة جل وعلا فهو من يمنح هو كهددني من يمنح ويمنع ورداني وحد تهديد داني وحد تهديد جاهد ما معنى الجاهد هو اللي مكعرش كهدي يا زعمارك غادي في شيء تجاه خاطر وهنا كملها لحكمة يعلمها الله قال لك رب العزة جل وعلا فهو من يمنح وهو من يمنع وهو سبحانه وعلك وشين قاد يا زعمار نقدم منع لك الجريدة والموقع هدرت هديد هدرت هديد كي هددني هو ولسي الشرعي حيث هدل اللي عبار أول الله لقول لبتيني السي الشرعي والسي سمحني أدر معك بذل لغة أدر معك بذل لغة أدر معك بذل حلفة أول الله لقول لبتيني إلا أنت ولا الغزيوي شنية قول بني كنا واحد العمليا ربما أنا يكن أقول ربما دالها مبديع ودالها شي ناس خرين ودالها وحد الوقت مرشح تيبغي بي يلك رحم على جهات العليا وراء الله أخوتي الغربة أكثر يد الحواج في المغرب عتناوي عمساوس كنا لا جهات العليا راضية عليه وانتو ما كيصحبكم رأى الجهات العليا آه دي مدام قالوا الشرعي إذا المهدي والله ما كيش جهات علية والله السيد ممرشح هذا رأيس لجنا ها هو مبديع وكان جهات علية كوحماته رأى الناس كتروج باش تخدم مصالح أنا جهات علية لا دا راضي إليه القصر لا دا راضي إليه الملك لا دا رقريب من الفلاة أولله كوما كان بيدي له هذه الخارجة وعب الناس نحن عقل ننتج أنا كنلقى أصحابك تقول يا المهداوي أنا أنا شخص من الخارجة كندي وعب واحد آه المهداوي ليش دا رجال ولو الأخر قيل له حنا عايشين فد وهنا نتفكر فيديو رئيس المجلس الإقليمي ديال ديال سيدي سليمان ها قويلة وحد صيف طولي بقيت كنشوف فيها شوفوا 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 كيقول هات السيدي رئيس المجلس الإقليمي قيل أزعمار راضين عليه اللي كيحكموا البلاد هو لليحدة سمعوا سمعوا كين ريضاد المسؤولين كين ريضاد المسؤولين شكون اللي راضين علي كين لليحد شوف شوف ريضاد المسؤولين راضين علي أو لليحدة سمعوا 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 للك راضين علي الناس كيسيروا البلاد نصوركم المغرب كين كين سير البلاد كين المالك القصر المالك والمستشارين دياله وعلى الثاني كين المسؤولين إدارة العمل الموطني الجيش الجدار كل واحد وبلاستو هات راضين علي كين أعطي جملة خاطرة ركي الرئيضاد اللي يكسيروا البلاد راضين علينا هو العداو هذا الخيط مش خالخطير ما معنا راضين عليهم ما معنا راضين عليهم ما نتابعوش العامل ما معي سمع راضين عليهم وما عيد لسلم مراقبة المغربة عايب شو معها الصحفة عايب شو معها لم يفلك في القضاء أنا كين قول لبعض ما ما كين تشي واحد راضي علي شي أخوتي المغربة اللي لقدش حاجات اللي راضي كيستغلو قالك راضين عليها تسمعو والله تنعودها قالك راضين عليها الناس اللي يسيروا البلاد سمعو سمعو كين راضين المسؤولين كين راضين للناس اللي يسيروا البلاد مش قالت جهويا قروس راضي عليك العامل والبلاد كلها الناس اللي كيسيروا المغرب كله راضينا لها تسين هذا هو العشق اللي نقول السيحمة الشرعي ولا ماشي الشرعي نعيد تقولوا زعم هذا الخرجاء رغم أن تفهم تهديده شوفوا الإخوان الله الله ينبقى هنا على الوطن المالك ورضاة الوالدين ما نقول لكم شانا ما كان خافش ولا أنا بالعكس أنا واحد ولكن أنا متشبت بهذا الربعة للأركان الله الوطن المالك ورضاة الوالدين بغي ننفع بلادي من الموقعي كان سيبو كان غلط كان حاول نجنب مأمكان المشاكل لي والولادي كان خاف من الحبس كان خاف على ولدتي أنا عباش هار ولكن إذا قدر الله شي حاجة وتسده الموقع وأحبابيها كان حاول نجنب المشاكل ولكن إذا عماش نجيكم من الخلف هذا المستوى تقول لي أنا راه المنع وتقد صيفت لي بحالة الإشارات دم أخوتين مغاربة أمشي معكم لمستوى آخر هاد الأخوت هادو هل يش داروا هاد الخرجاء الخرجاء أصلها هو ذك الموقف اللي هدرت على اللجنة لدارة الحكومة هادك اللجنة اللي دارت في الصحافة الدبار الحكومة دارت فيديو إلى جانب الناس وشي تقول أنا هو أنا دارت واحد الفيديو فغاضهم ذلك على الفيديو هاد الناس عندهم واحد الجمعية ما عدت نسميتها والله ما كان عارفها والله ما كان تقول هاتفاصيل وأنا ماشي سوقي الدبز الفيديرالية مع الجمعية الجمعية ما شو لكم هادك أنا دخلت كندافع على الدستور وبغيت هاد السي الشرعي وهاد الغزيوي هيد حميد المهداوي سنان أو مرخ روكر شو حميد المهداوي تطرح لك فكرة هيد شخصي نقشوا أفكار قلت دبيحة الفصل تمئة عشي من تصور وشي قدر الغزيوي نقش هذا الفصل ولا ولا هاد الناس اللي ضد هاد الفكرة أتقال مغاربة تبعوا النقاش اللي كان ديوما على لجنة الصحافة للدارت واش سمعتو شي صحافي خرج فاد خرجها من غير نقاش ديو آه الناس كانوا كي يأكلوا الريع واكل شاربن واش خرج اليوم هذا رده زمرور كاريكاتوري هذا عنده الرده هذا الفضاء قال لا أستنقش الفصل هلا بغيتوا المغرب نترقى به كي خليوا النقاش والمدبح هده السوري والفصل هده السوري وكيلعبو لكم على عقلكم آه كيزرع الإحباط ها جزائر هي المستفيدة من هاد الخرجة آه راك هذا هو القوى البديل الفاسي دي الفساد في المغرب تغدى بهذا الشي بغيت تدير اللي باس تخلقوا أنا والصحراء والماليك يكون دافعوا الواطن أو الليك وستحراء مغربية والناس كان أنا ما نهدرش على نقول كستة بدون توم أنا كننظر في واحد مستوى آخر لحيات المبدأ أنا راك ننقش معكم أخلاق أخلاق والله يمنتهي من كستة الشرع بشي حاشة لنتهي ولا الغزيم ولكن كي نقول لكم كينا البعض في قونت خر كيلعبو هده اللعبة كي الناس كيدافعوا على المال يقو على الواطن و على البلاد بحب وسط الدولة وسط المؤسس كينا واحد للبعض كينا واحد للبعض كي يجي كبالو راك يجي المعطي يوجي المهداوي يمكن يكون غلط فيه قونت يمكن المهداوي يكون غلط فيه قونت أنا كينضر لبعض الناس اللي كيدخلوا والصاح والله بعض المرات الدولة ما تقول شي صحفي هاجم مونجي نقسم لكم بالله في بعض الأحيان وما تقول لهم هاجم للمهداوي و ارا البارخ الوعر فأهم كثير ولكن عارفت خيناك يقلق صاحب الحال لغا ندق دقو وهذا كتدق ديك بالنسبة للجهات في الدولة ممكن لاش تلقى كل واحد يقولوا انت عمالك معها داما لا الدولة مكتدخلش ولي كيتفالش كي يجيب الله هرى الدولة خرجاته رغال باشار واعر الباشار يسئول الوطن ولي الدولة ولمسؤولين صحيح المسؤولين يخصون الدخلون ليبل عما يخص الدخل صحيح إذا كان فراغ تشريعي خاص نص حماية الصحفيين حماية كذا ولكن غيب غيب قوتين بي الكبرى والله ما كندافع على الشيء واحد ولا كنغطي ولا كندل بوليميك أنا فضل ما صاري الميهني وفضل القناة كنحاول نصلي الدولة على واحد ثقافة كينا ما عندهاش الدولة بها علاقة وكين حاوليش عندها بها الدولة علاقة كين حاوليش كتديرها السلوطات وكين كتير من الأشياء والله ما المغزن على الباشار واعر وكين عارف التبلاصة وكين الكاتف وفين أي غير وكين بل كنترى قالوا له خرج وطاكي هذا وما كين تشعار في مبدعه وأنا على قناعة ستدخل الدولة في هذا المصر اللي كدير هذا اليوم أخوتي المغاربة كي نقاشات الناس مغوشي نقوعدوا واحد دستور المملكة الـ 28 يذبح وأنا كل اتقى في الدولة ديالي في هذا المستوى عندي قناعة الملك محمد السادس في أكثر من المناسبة عربنا وترجم وأعلن وأعرب عن دفاع الفصول بالسورية وأعودت لكم قلب الكيلان وهذا قاله لجلات الملك وسأقول شيئا لم أقوله من قبل قاله لي حتى عن محيطيه قال لي السبن كيران إذا في شخص واقع في الفساد ولو من محيطي أنا لن أتركه وأبتلكم في البلوكا جوعا أنا متأقي لعبو تتعيه ولا بد القصر سيضخل ممكنش تسجل على فعهد محمد السادس تدبعه الدستور بها الطارق واحد هم مغوش يدخل معنا على الفصل الدستوري فلانا مستفدى من الريع وعرفت لك لماذا تعرضوا لجنة؟ أحيك مستفدى من الريع هذا عرتماله هذا عده مرور كاريكاتوري هذا العاكس على الإحباب هذا عده حسي قال لي نقش معي الفصل الدستوري كتنش وجعله شي بلي تساري الفصل ولقيت هنا غالد الدستورية تدوز عدي منخرة عيني عدي خالة عدي صغر كنا كل عدس كنا كل واقف كنا كل جلس مرحبا ولكن الله من سمح لك تدوز معي الفصل الدستوري متقول بنيش أنا؟ الله ما تضحك علي قول لي واش نباح تدستوري لا يمكن تقعدك مرافعة في الدستور فصل 18 قول لي واش تكتعين هاش مغوش يناقصه واش الحكومة كتعين أعضاء المجلس والريعالي فيك تعين انت هادك تنظيم داتي تصحفي تي سلطة تنظيم فيدي هناك الرقب عمالك أصحر تقولي انت تعين لي ثلاثة اذا سلطة تعين مغوش تناقص الجوش مغوش يناقصه فصل 18 كلاته مغوش يناقصه المادة السبعة من القانون 89-13 اللي كتقول لي مقرأة اياه ماشي هالأستاذ تقول لي يا نرى وعيبه الله وعيبه الله العادة ولا فهمتوا شوش في القانون جديد قال لك كيف يقولوا واحد المادة شكي يقولوا لبالنصرع اللي جاي منهما قال لك السيتيان تقوموا وعطيوا الدعم على ضوء رقم المعاملات اياه انت عندك الاشهارات وكتدخل ملاير من المغرب وغيرا عطيك الدعم على قدل رقم معاملات وانا ما عديتها اشهار اشهار تعطيني واش كون اخصو الدعم واش اللي كيدخل ملاير من البلاد ولا يبعد بباتش اشهار عفاكم لما قرأوا هاد الابعات اذا هاد الناس واحد لوك تعتبر لي عدنا ربعات مؤسسة الاعلامية في المغرب لانهم في اخر المطرف هيقتلوا فرضوا على الصحفيين الموقع الاكترونية يكون عندك خمسة صحفية وفرضوا واحد العدد معين وتكون عندك رقم معاملة تعد من دعمك اذا كنت تحكي مني اقدم شي بحالي اشكوا يا بقارب عاد يلا المواقع دي الجرائي لك اش حالكة تبيع الاستاذ جاوبني هنا اش جاوبني هنا انا اقول اش حالكة تبيع في المغرب باش نعطيك الدعم انا اقول موحدد اش حالكة تبيع اش كتنتج انتا في الرأي العام كيف اش كتقطر في الرأي العام انا ممكن انظرش على انا سيدي احترامي الوزارة انا قل نقش هاي دي الناس كم تفهموا الابعاد اذا كنما صالح اذا ما بغوش يناقشوا الفاصل 28 ما بغوش يناقشوا المادة سبعة من قانون 28 ما بغوش يناقشوا وهذي مهمة التعيين دي الحكومة اللي هو مدباحة للصحافة ما بغوش يناقشوا التمديد دي الوجوه القادمة عاوض منك اش ياسمو جاهيد اقول والله ما ضدك كيفاش انت عامين تبقافها كيفاش عامين وبنفس الانتيازات كيفاش وعليش مدرش انتخابات وعليش يدير فشلت في انتخابات وعليش عامين اخرى وعليش انتشايا بقي عندك المادة واضحة المادة 90 وعندك المادة 54 عندك قانون واضحة خليتي القانون واللجنة القضائية وتدير اللجنة انتها عايش يديرتها للدولة والبلد والله تخترم المبدع الحطة دي قصة من ضرب لك انا اخوتي المغاربة انا واش داخل في انتخابات انا دافعت على الدستور الخارجي ايه الدابز الجمعية القضائية والجمعية الفيدرالية هدك المفتاح ايه الدابز بيناته اكو ملقيش الفصل 28 ولا لا ادخلت بيناتك ولكن انا كصاحب مليدرت الفصل هكا ولقيت تشجع الحكومة وملقيش التعيير اسمح لي يا اخويا اسمح لي وعنقر عليكم مادة اخرى اه ماشيعة تشجيع اللهي من سمحو لكم بدبحوا الدستور ديالا سمع اخوتين مغاربة ايه المادة تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة وكتعين وكتلتزم بحرية الصحافة ترسيخ الديمقراطية والتعددية فين التعددية كل شي الموقعين في شبحانه تستفيدوا قطاعات الصحافة والنشوة الطبيعة من دعم العموم بناء على مبادئ الشفافية وعيه خرجوا الناس حركية الدولة فين هي الشفافية وتكافؤ الفرص وتكافؤ الفرص تكافؤ الفرص تكافؤ الفرص الناس يقدر اشهر المغرب كله وأستاذ الجامعية يقرب مليون ونص مسيكين ومليون الأستجدال الجامعيين والموليسي تعطيه ستالف درهم والجدارمي تعطيه ستالف درهم يقدر بوق يقتله والإشهارات كانت عندنا خمسة مليار مليار ونص مليار ونص في الدعم الصحافة لديه الجائزة الكبرى وشي تممئة مليون يعطيه الخليعة في بطائق الترين ما عشكو يديد بطائق الترين زيد ومن بيع وخمسة مليون كانوا يعطيه السحافة جاءت كورونا وطلعوا العشين مليار دا بس ما عشكو غادر خمسين مليار وليش حال يعطيه ايش كتنجونا هاي جرائد الورقية كتوصل على الداخل وللعيون خصها ربعة وشي ساعة عاد عتوصل الجريدة الورقية القابل والناس داروا عباد لفرونس بانتكاتخ كي يدافعوا القضايا الناس داروا روسيا اليوم الناس داروا الجزيرة قطع هاي جرائد الورقية كي تشبع لي الفين وبغي الدعم لاشا عندك بالدعم ودك الدعم ديروا شي قانات فضائية وندافع لبلاد وعليات شوبيت البلاد قاسل الناس مفطحين لك تستبيدوا قطاع الصحافة والنشر بالطبيعة والترزيع من الدعم العميين بين عبادة الشفية وتكافؤ الفرص والحياد بهدف تلمية القراءة وتعزيز تعددية ودعمها تعد الشرطة كيفية تستفادة من الدعم المذكور أعلى وفق معايير موضوعية مع الاحترام المطلق الاستقراري تلتزم السلطات العميين بتوفير ضامنة القانونية لحماية الصحافة تلتزم السلطة المغربية وفين والتيزة؟ وهو القادورات والخروج والكاريكاتير وهنا صحافية كي تكرفس عليها وأخوتي المغاربة تعطوني شي دولة في العالم قال لك جيب معك محامي عاد سلمش للصحافة وش كي شي صحفي كي تعرض الإساءة كي يدي شي محامي وش دولة إلا المغرب كي يدروا لك لي باريار باش معملك تقدم عنصور كي يونس مجاهد ما تقلقش مني شحل الشيكايات عندك إساءة الناس حركتهم شحل الناس هادروا معك في الواتساب تفعل شي معهم شحل الناس عندك شكايات دابة فتح الصفحات أعطوني شي مرحلة في تاريخ المغرب تقع فيها تشهير بالصحافة يقول إساءة لزوجاتهم شو دال المجليس إذا كانت تحالف جي هاتو الماء مبلية تشهير بالناس خصها يونس مجاهد يبقى تمام لماذا؟ لأنهم لم يحرك المتابعات ضدها فتشهير جي هاتو الماء بقى لها الملايير جي هاتو الملايير خصهم جمعية جي هاتو الماء بقية هي لكي تحطوا من التصور للصحافة في المستقبل إذا كنت تقوم بالصحافة حميد المهدوية اليوتيوب كيف يبرسناك هاي فرضو لي كشورو يتحكموا في الصحافة هذا هو التحالف اللي واقع ما بين العباد الله اليوم ولكن للبيت يا رب يحميه أنا خد شوفوني كان غضاب ونقول بعض المره المغرب لعاك نحفز الله تهي مؤمن ببلادي ولن يمر هاتش يا أخوتي المغرب هادك يضر المغرب هاتش اللي كده باش تخرج انت قد تقول لي القادرات والخروج وستافتش وشي ما يستافتش لن نصموت عن هذا وآخر كلمة أخوتي المغربة الله الوطن المالك أرضات الوالدين كشكركم واللقاء